تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت وزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 109 قضايا تموينية بمضبطات أكثر من 704 أطنان مواد غذائية وغير غذائية بالإضافة لضبط أكثر من 105 أطنان من السلع الغذائية دقيق، زيت طعام، سكر، أرز، مكارونا وذلك في مجال حجب السلع الاستراتيجية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 24 طن دقيق مدعم كما تم ضبط أكثر من 270 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية بالإضافة إلى ضبط 13 طن أسمنت و20 طن حديد تسليح في مجال حجب مواد البناء وضبط أكثر من 204 أطنان أسمنت وأكثر من 66 طن حديد تسليح في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء